حبيبي عاملين ايه? اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقالي سيدنا محمد. واللسانة وانتو طيبين. فانا النهاردة بحضر عشا للاولاد. فهناعمل مع بعدينا كبدة سكندروني. وحشة ريال لان احنا ما عملناش في رمضان خالص. معينا فلفل حيمي متقطع وفلفل رومي متخرج من الفليزر. ومعينا طوم. ومعينا نص كده. هنحط البهارات بتاعتنا كزبارة ناشفة. كمون شطة ملح. خلاص كده تمام. احنا اول حاجة بننزل بيها الفلفل الحامي. بننزل بالفلفل الحامي نشوحوه كده. تشويحها. شوحنا حبيبي كده الفلفل. احنا بنزين بس ايه يا دوبة في اتبال معينا. هنزلين بالكبدة بتاعتنا. عليه. هنسوح هاتفكو كده. تغير اللونها بس. مع الفلفل. هنا هنكون الخطين على التون بتاعنا البهارات بتاعتنا. هنحط معلقتك برة بتاعك الملقية ناشفة. فبدا نعمل ناشفة. هنحط معلقتين من الكامون. لان الكبدة بتحيط اللزاء من الكامون. ومع الأقليل مختل. الك Station LP fits. احنا كذا الكبت بتاعينا نقلبوها عشان تغير لونها كلها لازم اما تغير لونها نتجي نفسرها الطوب وما ننسبهاش عن نار تنشف لا تبقى صرية وحلوة يذبط لونها بس يضغير ورجعنا تاني حبيبي الكبت ده كلها باثنين واحد ما فيهاش اي سويل او اي مية هنركنها كده ها وننزل بالطوم بالبهارات بتاعيكنا اول ما حطينا تطوم والبهارات ايه هتتطوم طلعا بالبهارات يغلطها شويحة كده بس تتزيد اهو وهننزل بالفلفل كمان الرومي من القصة قصة الكبدة بتاعيتنا اللي استنزراني دي لا بيتحط لها فيها البصل ولا بيتحط فيها ناطم ولا اي حية هي كلها بفلفل لو اقول لكم على ريحة مش متفايل لها احنا بنقضع كمان لمونة لما نطفي عليها منع النار بنخط لها اللمون بتاعها نوصل عليها لمونة دي باش هنخط الملخ بتاعها اما صوتها ايها لو ما يبقاش بها اي سوايل يبقى اللي ازام بتاعها بس ينزل بندفع عليها عشان ما تنشفش وتجلد يعني هذوبك كده قلبتين وخلص نخط النمون بتاعها بصوا هي ما فياش اي سوايل اهي قلة الزيت بتاعها كده ما بتخطش ثلاث دقايق على النار وتستيل فاني لو طولناها النار هتنشف مش هيبقالها اي طعم احنا كده بصوا كده هنجف عليها ونقصر لها اللمونة ففين احنا كده عليها احو هنقصر عليها اللمونة احي اللمونة كاملا هتاكله احلى حبة كبدة فوق الروا اللمون ده اختياري اللي عايز اللمون يحط اللي مش عايز اللمون اهي وتبقى رائعة وكده الانسجة بتاع الكبدة اول ما لانا هتغير وتبقى دخلت معاك في نص السوا ما بتحطش بقى الفلفل والبهارات وتبقى جميلة كده اكلتنا معاك وخلصة متنسوناش في اللايك والاشتراك عشان نزلكوا كل جديد من بيت ايمي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته